من الأخبار اللي عندنا ممضوح الششتاوي المرشح على منصب مدير التسويق باتحاد الكورة مع أحمد الجهري تقدم باعتذار رسمي صباح اليوم الاتحاد الكورة عن استمراره في هذا الترشح لظروف خاصة بيعني مصادر داخل الاتحاد الكورة قالت أنه الششتاوي حب يعني يرفع الحرج عن أعضاء مجلس الإدارة بسبب أنه في اتجاه لأحمد الجهري أنا مش عارف برضو حقيقة الأمر أنا مع الهاتف دلوقتي ممضوح الششتاوي لديك أنا مرشح لمنصب مدير التسويق باتحاد الكورة المصري كابت الممضوح مساء الخير أهلا بيك أنت عتذرت رسمي فعلا النهاردة عن الترشح لمنصب مدير التسويق باتحاد الكورة؟ تمام كنت أنت بس وأحمد الجهري فقط المرشحين للمنصب ده أعمد هاي اللي أنا عارفه اللي كنت أحمد الجهري أهلا أنت كنت متحمس للمنصب ده إللي خلقت أتراجع؟ لا هو مش موضوع تحمل الواحد يعني الحكاية من الواحد الهدف منها كان الخدمة دي يعني انا عمل كده كنت بحاول انا عمل عاجل انا سيعد كنشاط او كخدمة في الرياضة عملت قبل كده في لجنة سياحة في بطولة كاسر روحة فرطية اه كاسر عالها من الشباب فهي الموضوع كاااااااااا بيحاول يقوم بمجال النشاط الرياضي انها كانت اصنعه بالوقت ان انا حاول انا اشتغلت اي حاجة بس انا شايفها في الخبر كنت تكسبه حضرتك ان انا باشك الناس المهازة انا مريدة او تقال كده صح انا قريب دلوقتي لأ ما حصلش الكلام ده تماما تماما وانا عايش كنينة اساسا ناس كل معظم اعظم اعظمك بصدارة اه اتحاد ماضي فور القدم انا عالقها طايف جدا 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 بيهم بعظم ا صحابي ابن ريطة الحراببيجاز المجليدة فناوي اهاس بذياء كل الناس الي فخابي جبني اعني مش ا اي حاجة طب انت بمIGN انت فتحت الموضوع انا قدش اتكلمت في الموضوع ده بس انت فتحت او با ادايا عشان ما فيش حد فيهم عامل حاجة غاش استحالوا ان انا اش اتكلمتس انا مجيتش سيرة هنا بريدة لكن انا قدامي انا قدامي انا قدامي لانا قريته على التاكست الموجودة على الخبر كان مخصوم كمان اه طب انا قدامي الخبر بيقل كشف مصدر داخل الداباء المرب أن الششتاوي الذي يرتبط بعلاقة وطيدة بهانا بوريدة الذي كان السبب الرئيسي في ترشحه لهذا المنصب اشتكى له من عدم ترشيح أعضاء المجلس له لتولي المنصب السناي أحمد مجاهد مجد المتناوي ومن أقرب المقربين لهانا بوريدة داخل الجبالية فاشلوا في إقناع باقي الأعضاء بتنصيب الششتاوي في منصب مدير التسويق في ظل اقتناع معظم الأعضاء زي خالد لطيف وسيف زاهر ومحمود الشامي لتنصيب أحمد الجهري في هذا المنصب بما أن انت عايز ترد على هذا الكلام يعني سامعك تفضل سامعك 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 يعني عشان بتخش معك في التليفون معرفش ده مشكلة عندنا في الكنترول يمكن لكن أنا سامعك كويس تفضل تمام فمفيش أساساً أي مشكلة مع أي حد تمام يعني خالص بس أنا قولت أنا بسي أنا الوقت ده يعني حضرك شاهد في تسويق في حاجة قرحة ده وإيه لازم الواحد يبقى كد فيه لا بس أنت مش جاي بس برضو ممدوح أنت مش جاي تتقعد ست شهور أنت جاي يعني فترة ولاية المجلس ده أربع سنين جاي تحط بلان كامل لتصورك اللي أربع سنين أكيد مش هتسوق حاجة الوقتي آه لكن أكيد هتحط يعني أسس وقواعد بيسير عليها التسويق في فور عودة النشاط أو للمنتخبات خصوصاً للمنتخبات عنده كاس عالم ولو إن شاء الله قدرنا نتآهل لكاس العالم الموضوع حيكبر جداً في التسويق يعني أنت عارف أنه قادل وقت ما فيش نشاط لكن بعد ست شهور أو تلت شهور أو أربع شهور أو شهرين أو شهر مؤكد ممكن هي ضيورة المحمد دلوقتي اللي فيه النشاط يرجع بعد ثلاث شهور أو أربع شهور أو أهيه مش هدارك حاجة محدش عارف حاجة بس موشات المنتخب دلوقتي قولي فيه موضوع موشات المنتخب ديه حياة منضية فيه اتجدد لها خلاص ما فيش حاجة فلازم زائد من الكاب الأحمد الجوامري من الشخصوص اللي هي ده المجال بتاحها يعني المجال الرياضي التسويق الرياضي سعلاً هو ده شغله فنقول يعني الواحد يفتح المجال ده والموضوع مش تنافض المنصر الواحد بيحاول يخدم في المكان فأكيد فيه مجالات تانية ممكن في أحد الكورة أحاول أخدم فيها في الشغل الساعة أو في الخبرة بتاعها تمام الأحمد جواني موجود خبرة ده فأهلاً وسهلاً وحاجة كويسة أو حاجة مقترمة جداً وحاجة تشرف أنا ده مجال تاني ممكن محتاجيني فيه أنا عندي استعداد أشارك في أي حاجة أنا سمعت برضو بقول الاتحاد أن أحمد الجوهري ممكن يتولى إدارة التسويق وإنت ممكن تتولى الجزء اللي خاص بمشروع الهدف وتسويقي كمنشأة ممكن تدر دخل مهم جداً لاتحاد الكورة في ظل التقس المصر الممتاز في ظل وجود ملاعب في حالة إن احنا غيرنا شكل الفندق وعملنا فندق كويس تقدر تجيب يعني أندية يعني استمعت حاجات كده يعني أي مجال يا قل محمد أعضر فاعت فيه في مجال في المحضم في خلال الفجر في وصف الناس الموجودة دلوقتي كمجلس إدارة لما يعني كاميروا بكل احترام موضوع أعضر فاعت لكن ما تاردش عليك فكرة إن مشروع الهدف ده تتولى تسويقه لوحده يعني لأ ما تكمناش في أي حاجة أنا بس أنا قلت المجال الوقت دا مش وقته أنا أحسن ليس حاجة لكن ما فيش أي حاجة لكن لو أنا أعضر أساعد أي حاجة لازم أساعد ولازم أقف مع الناس مش أكثر من جدا مشكورك شكرا جزيلا من الكابتن منضوح الشيشتاء والذي كان مرشراحا لمنصب مدير التسويق والذي اعتذر اليوم وبكده هيبقى أحمد الجهري خلاص رسمي هيبقى مدير تسويق اتحاد الكرة المصري وأحمد الجهري هو ناجل الكابتن محمود الجهري المدير الفني لمنتخب مصر السابق طبعا رحمه الله